السلام عليكم، كنا في الحلقة الماضية قد شرحنا لماذا تتعارض نظرية التطور مع الإسلام وذكرنا اتجاهاتٍ عديدة لمدّعي إمكانية التوفيق بينها وبين الإسلام أحدهم هو الدكتور عدنان إبراهيم والذي بدأ عام 2014 بنشر سلسلةٍ عن نظرية التطور يروج فيها للنظرية بكل أركانها من أن الكائنات جاءت بالتغيرات العشوائية والانتخاب الأعمى ودون قصد مما نتج عنه أخطاء في التصميم وأعضاء بلا فائدة كيف استطاع أن يقنع مسلمين بهذا الكلام؟ وكيف يؤديهم هذا شيئاً فشيئاً إلى الكفر أو الشك والاضطراب؟ هذا ما سنعرفه اليوم فتابعونا بدأ الدكتور عدنان إبراهيم سلسلته تحت عنوان أنه يريد لمتابعيه أن يفهموا نظرية التطور حتى لا يردوها بجهل وحتى لا يتخلفوا عن ركب العلم الغربي ويكونوا أضحوكةً للآخرين وعلى أساسه قال أن الجزء الأول من سلسلته سيكون استعراضاً للمؤيدات والأدلة على النظرية ثم في الجزء الثاني النقود والمعارضات نحن نريد أن ننفي الجهالة عن أنفسنا على أقل إذا تحدثنا في هذا الموضوع وافقنا أم خلفنا ويشعرك بأن ما سيتم عرضه من أدلة على هذه النظرية يمكن التوفيق بينه وبين الإسلام فتعالى استمع ولا تخف لن نستبق رحنا إلى حداثة نقول الآن إيش رأينا حتى تطور نفسه يعني ممكن يكون نظرية صعية حتى دينياً يعني وفي أي مشكلة ولا تشكل أي إرهاقنا بإذن الله تبارك وتعالى لكن هذا في وقتي كما تأتي أنت وتفتح قلبك وتبدأ تستمع متعطشاً للتوفيق بين العلم والإيمان فترى الرجل يؤكد لك أن مخلوقات الله جاءت بالصدف والعشوائية وفيها أخطاء تصميم غبي وأن القائلين بهذا كله هم علماء عظماء كيف؟ أستغفر الله فيقول لك اصبر سنوفق بين هذا والإسلام في السلسلة الثانية لكن حتى ذلك الحين أطمئنك بأن لله دوراً ما في ظهور الكائنات أسلوب الله في الخلق هو التطوير إذن هو ليس تطوراً إنما إيه تطوير ممكن نسميها كذا وليس ارتقاءاً إنما هو إيه ترقية من الذي يطور الله؟ من الذي يرقي الله؟ خرافة أن الكائنات جاءت بالصدف ساقطة تافهة في حس كل عاقل لكن عندما يقال الله له دور في العملية فإن ذلك يمنح الخرافة بعض المصداقية وينقذها من السقوط في نفوس الناس فالناظر إليها من بعيد يقول هناك معقولية ما في الموضوع فترى من يقول قد يكون الله خلق الخلية الأولى وترك التطور ينتج منها الكائنات قد يكون الله يوجه التطور توجيهاً عاماً وجود كلمة الله في هذا كله يكسر حدة الاستنكار والاستغباء للخرافة فما دامت العملية تتم ضمن أقدار الله بشكل عام فما المشكلة؟ إذن يرى صاحبنا أن أسلوب الله في الخلق هو التطوير تعالوا نرى بماذا يصف هذا الأسلوب نظرية التطور حين تقرأ وتتعمق فيها وتقرأ أدبياتها فيها جاذبية أتركتيب نظرية جاذبة فيها سحر وجمال حقيقة سحرتني مذ كنت غلاماً صغيراً أيها الإخوة وقرأت أصل أنواع سحرني تعرفوا لماذا؟ تتحدث عن مداومة عن استمرارية عن انتقاء صح غبي كذا لكن تأجه ذكية معنى غبي هذا الانتقاء صح غبي كذا لكن تأجه ذكية معنى غبي هذا الانتقاء والسؤال لو قيل لك أنت تستخدم أسلوباً غبياً في عملك وصناعتك تقبلها لنفسك؟ طيب في المحصلة هل كان ظهور الكائنات مقصوداً يا دكتور عدنان؟ تعالوا نرى هذا هو التطوير التطوير هو إيش؟ تطور موجه في الحقيقة نحن هذا في الأخير الذي نؤمن به عشان ترتاحه يعني وهذا الذي سيفسلنا أشياء يعجز التطور عن تفسيرها وهيك من أنتهي إلا أنه فعلاً التطوير هذا هو أسلوب الله في الخلق هو أراد أن يخلق الكائنات بهذه الطريقة إذن الله أراد أن يخلق الكائنات بهذه الطريقة يعني هناك إرادة ربانية في المقابل تعالوا نرى كلامه عن أسلوب الله في هذا الخلق حسب قوله ألا وهو الانتخاب أو الانتقاء الطبيعي الانتخاب طبعاً أعمى أكيد هو إيه؟ هو سمكري تنكيرر يعني تنكيرر تنكيرنج يعني إيه؟ السمكي المرقع قلت لكم في حلقة سابقة من أكبر التشبيهات التي اعتمدوها التطوريون لتوضيع عمل الانتخاب الطبيعي أنه سمكري الانتخاب الطبيعي ليس مصممًا يا إخواني ليس مصممًا ما فيه تصميم بالانتخاب الطبيعي ولذلك فعلاً يكون أعمى أكيد أعمى مش قوة عاقلة وذات وتعرف عندها إيه؟ مبدأ قانون تشتغل عليه وخطة وبرنامج عمل ما في الكلام هذا أبداً إذا كنا والكائنات قد جئنا من خلال هذا السمكري المرقع الأعمى الذي لا يعرف ما يفعل فلا تستغرب حينئذ أن تسمع صاحبنا يقول ولذلك ولذلك توجد عيوب في الخليقة يعني حتى تلقى حتى في تركيب الإنسان في عيوب في تركيب الحيوانات في عيوب أقول استغفر الله في عيوب يعني إلى الآن مش ثابت إلا أنها عيوب عيوب أشياء غير تامة غير صحية غير موضعيها ومع ذلك يقول لك عدنان إبراهيم ليوهمك أن الخرافة لا تتعارض مع الإيمان ما المشكلة إذا كان الله يريد أن يخلق الأنواع وأن ينسوا البعض عن بعض بطريقة الانتخاب الطبيعي ما في أي مشكلة ما المشكلة اسألوا صاحب السؤال إذا قيل لك أنك تستخدم في عملك أسلوبا غبيا أعمى بلا تصميم ولا خطة ولا برنامج عمل ويؤدي إلى عيوب وأشياء غير تامة وفي غير موضعيها هل ترضاها لنفسك ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى انظر ما أقبح الجملة الصريحة التي يؤدي إليها الكلام بأن يقال الله خلق بعشوائية على العماية بلا غاية تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا المفاجأة إخواني هي أن هذه الطريقة التي يسلكها عدنان إبراهيم من ذكر دور ما مجهول لله في ظهور الكائنات لتمشية خرافة العشوائية والصدفية هذه الطريقة ما هي إلا استنساخ لما فعله داروين من قبل استخدام عبارات متعارضة متضاربة هي أيضا تكرار لأسلوب داروين وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال لتتبعن سنن من كان قبلكم كيف أوهم داروين الناس أن خرافته لا تتعارض مع الإقرار بوجود خالق استقصيط المواضع التي ذكر فيها داروين الخالق في كتابه أصل الأنواع وكان واضحا وجود حالة من التناقض في وصف أفعال هذا الخالق هل كان هذا مكرا من داروين يمارس فيه الإرباكة المتعمد والمد والجزر ليهيئ الناس رويدا رويدا لتقبل خرافته أم أنه كان يعاني هو شخصيا تخبطا وحيرة وصراعا نفسيا لا يعنينا إنما يعنينا إظهار أن أسخف وأغبى فكرة في التاريخ تسربت في البداية إلى النفوس تحت غطاء الخالق له دور ما إلى أن تقبلتها النفوس ففسد منطقها وعقلها وسارت نحو الكفر شيئا فشيئا في قسم الاستنتاج من كتابه أصل الأنواع الطبعة الأولى كتب داروين أستنتج من التشابهات أنه لربما كل الكائنات العضوية التي عاشت على هذه الأرض قد انحدرت من شكل بدائي واحد نفخت فيه الحياة نفخت فيه الحياة؟ من نفخها يا داروين؟ الخالق طيب ما تصرح بهذا الكلام؟ ماشي سأضيفها لكم في الملحق يقول الناشر الإضافات والتغييرات التالية والتي جهزت من قبل المؤلف لهذه الطبعة تم استلامها متأخرة كثيرا عن أن يمكن وضعها في أماكنها المناسبة إحدى هذه الإضافات تعديل على الجملة المذكورة من نفخت فيه الحياة إلى نفخت فيه الحياة من قبل الخالق باي ذا كرييتور وحافظ داروين على هذه العبارة من قبل الخالق في الطبعات اللاحقة من كتابه متشكرين يا فندم ماذا فعل الخالق بعد ذلك؟ لا خلاص انتهى دوره عند هذا الحد كيف؟ يعني الخالق يا داروين لم يخلق الكائنات عن قصد وإرادة؟ أبدا طيب لعلك تقصد إذن أن الخالق وضع على الأقل خطة عامة لتكون الكائنات يعني ترك صدف تحدث التغييرات والانتخاب الطبيعي ينتقي مع علم الخالق بما سيقود إليه هذا كله في النهاية أليس كذلك؟ حسب داروين؟ أبدا لم تكن هناك أي خطة للخلق plan of creation ولا حتى مقاصد عامة أو غايات نهائية للخلق general propositions يعني محدش قصد أن تنتج الكائنات على هذا النحو؟ صدف في صدف؟ يقول لك نعم لكن لحظة ها هو داروين يقول في الطبعة الأولى من كتابه عام 1859 علينا أن نفترض أن هناك قوة تراقب باهتمام دائما كل تغير صدفي صغير من هذه القوة؟ لا شك أنه يقصد الخالق مر عامان تشربت فيهم العقول سخافة تكون الكائنات بالصدف ما دام هذا كله يتم وفق براقبة الخالق بعناية واهتمام فإذا بداروين يغير العبارة بعدها بعامين في طبعة 1961 إلى علينا أن نفترض أن هناك قوة بين قوسين الانتخاب الطبيعي تراقب باهتمام دائما كل تغير صدفي صغير وفي طبعة 1969 صرح بوضوح علينا أن نفترض أن هناك قوة ممثلة بالانتخاب الطبيعي أو البقاء للأصلح تراقب باهتمام دائما كل تغير صدفي صغير إذن ليس للخالق أيّة علاقة بالخلق حسب داروين لكن لحظة داروين لم ينكر أن الخالق خلق الطبيعة فيمكن قصده أن الطبيعة وكيلة عن الله في خلق حكيم مقصود أبدا بل ذكر داروين أن كثيرا من علماء الطبيعة يعتبرون الطبيعة مظهرا لخطة الخالق واعتبر أن هذا الظن لا يضيف شيئا إلى معلوماتنا وإليكم مثالا على إصرار داروين بأي ثمن على أنه لم يخلق أي شيء عن قصد ألفريد والس كان من أوائل من قالوا بالانتخاب الطبيعي وكان داروين يعتبر أنه ووالس يعملان معا على إنتاج نظرية كتب والس في مقال له عن خواص وتراكيب في الإنسان يستبعد أن تكون ظهرت بالانتخاب الطبيعي مع تركيزه على الدماغ وأنه يبدو أن هناك قوة وجهت التطور باتجاهات محددة لغايات معينة واستخدم عبارة ذكاء علوي قاد التطور لغايات أنبل لما صدر هذا المقال غضب داروين وكتب بعصبية بجانب هذا الرأي لوالس بخط كبير مع علامات تعجب وأرسل لوالس يقول له أخشى أنك تقتل طفلي وطفلك بشكل كامل يعني نظرية التطور كأنه يقول لوالس توجيه مين غايات مين ذكاء مين افهم يا والس هذا ما أريد نفيه تماما كل نظريتي هدفها تحجيم دور الخالق ونفي الخالقية أنت بإشارتك إلى تدخل الخالق تهدم النظرية من أساسها وتلغي ما صنعتها من أجله طيب يا داروين أنت رفضت كلام والس هل عندك تفسير بديل للدماغ الذي ركّز عليه والس لا طبعا بل داروين نفسه أعرب عن أن سؤال الدماغ وموثوقية العقل يحيّره حيث قال ينتابني دائما شك فضيع حول ما إذا كانت قناعات عقل الإنسان والذي بدوره تطور من عقول كائنات أدنى تتمتع بأيّة قيمة أو تستحق أدنى ثقة يعني داروين نفسه أدرك أن خرافته تقود إلى الطعن في مصداقية العقل وتدخلنا بالتالي في حلقات مفرغة من الاستدلال الدائري حيث يتوجب علينا أن نصدق عقلا ما هو إلا عمليات دماغ جاء بالصدف لمجرد أن عقلنا هذا أخبرنا أن نصدقه وهي معضلة تجعل كل ما كتبه داروين عديم القيمة تماما لأنه أوهام عقل لا مصداقية له ومع ذلك يصر داروين على أن الدماغ لم يأتي عن قصد يعني في المحصلة يا داروين دور الخالق إن حصر في الخلية الأولى حتى هذه عاد داروين فشكك فيها حيث نص في مراسلاته على أن الكائن الأول قد يكون نشأ تلقائيا في بركة دافئة فأصبح عنده لا نافخ للحياة ولا حياة منفوخة ولا شيء مادة في مادة كأن داروين كان يريد أن يرخي القبضة الإلهية في تصوره عن الكون شيئا فشيئا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فتلاعب داروين بالألفاظ وسار في خطواتٍ بتدرج وخلال هذا كله يحتفظ داروين ببعض العبارات التي تشعر المؤمنين بوجود خالق أنه في صفهم وأنه منهم وأنه يعترف بدورٍ ما للخالق قارن هذا كله بعبارات تلميذه عدنان إبراهيم الذي يعتبر التغيرات العشوائية والانتخاب الأعمى أسلوب الخالق ثم يصف هذا الأسلوب بالغباء ثم يقول لك الله أراد أن يخلق الكائنات ثم ينفي أي قصدٍ للخلق ويؤكد أنها ما هي إلا السمكرة العمياء طيب المسألة واضحةٌ إذن أن داروين يعاد الإيمان بالخالق وأنه لا عالم موضوعي ولا حاجة لا 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 تسئ الظن بل هو ما يقول هذا كله إلا تعظيماً للخالق وتنزيهاً للخالق عن النقص والعيب كيف؟ تعالوا نرى التلميذ أولاً ثم نرى الأستاذ فالآن الخلق أو التكويني لا يستطيع أن يفسر لنا لماذا هذه الطيور لها أجنحة ولا تطير هل الله تبارك وتعالى هل الله عز وجل يخلق شيئاً عبثاً يخلق شيئاً بلا فنك بلا وظيفة بلا أهمية بلا هدف معاذ الله إذن عليك أن تقر بأن الله تبارك وتعالى الخالق لم يخلق هذه الطيور طبعاً نكتة أجنحة بلا فائدة رددنا عليها بالتفصيل في حلقة الكوكتيل بما يجعل من رددها من قبل كالببغاء يدس رأسه في التراب إن كان منصفاً ورددنا على الكثير غيرها مما ادعاه عدنان إبراهيم فانظر ما فعله صاحبنا ساق لك أمثلة على أخطاء في الخلق حسب زعمه كأنها أشياء مسلَّم بها ثم أشعرك أنه لا سبيل لك لتنزيه الله عن الخطأ إلا بنفي الخالقية ونسبة هذه الأخطاء إلى العشوائية والصدفية وكذلك ظهر أستاذه دارون من قبل بمظهر المنزه للخالق المعظم له عن مشابهة المخلوقين فيقول من الصعب تجنب مقارنة العين بالتلسكوب نحن نعلم أن هذه الأداء التلسكوب وصلت الكمال من خلال الجهود الطويلة المستمرة من أعلى مستويات الذكاء البشري ونحن بطبيعتنا نستنتج أن العين تشكلت بطريقة مشابهة إلى حد ما لكن ألا يمكن أن يكون هذا الاستنتاج وقحا هل لدينا أي حق لافتراض أن الخالق يعمل بقدرات ذهنية مشابهة للإنسان كيف تفترض هذا في الخالق اخص عليك الخالق أعظم من أن يخلق بهذه الطريقة إن كان الإنسان يصنع التلسكوب عن قصد وإرادة فإن الخالق يخلق بالعشوائية والانتخاب الأعمى عبر ملايين السنين وخلقه مليء بالأخطاء أخطاء في التصميم وأعضاء بلا فائدة ولم يقصد أن يخلق شيئا ولا علاقة له بالخلق أصلا هكذا يجب أن تعتقد حتى لا تكون وقحا تجاه الخالق حسب داروين تحت ذريعة تنزيه الله عن الخطأ يأخذ عدنان إبراهيم راحته في الاستهزاء بخلق الله ويستشهد لك بأقوال حثالات العلم الزائف الذين يعيبون خلق الله مدعيا أنه بذلك كله لا يعيب خلق الله بل على العكس هو يعيب خلق العشوائية والعماية والصدفية التي هي أسلوب الله في الخلق وافهمها إن تبأ أتذكرون إخواني حديثنا عن العين وروعة تصميمها وكيف أن دكاترة من أتباع الخرافة أنفسهم كذبوا في أبحاثهم دعوى وجود أخطاء في تصميم العين وسخروا هم أنفسهم من القول بأن الخلايا الحساسة للضوء كاننا ينبغي أن تكون للأمام لو كانت مصممة صاحبنا لا يعنيه هذا كله بل يعنيه قول أصحابه الذين يعيبون خلق الله العين البشرية التي يظن كثير من غير المتخصصين أنها آية في إبداع التصميم معجبة مثيرة مدهشة يظنون هذا لكن العلماء المتخصصين يرون غير هذا تماما يعني يا مسكين أنت تظن أن العين رائعة لأنك غير متخصص تعالى اسمع ما يقوله المتخصصون بعيدا عن موضوع التطور وغير التطور هذا العلم نفسه وهذا مدرك من القرن التاسع عشر العالم الألماني الفيزياء الكبير هيرمان فون هلم هولتز معروف هذا هلم هولتز معروف كفيزيائي لكن الأسف عوام الناس يجهلون أنه كان عالما في الأحياء وعالما في علم النفس إسهاماته في العلمين أعظم وأهم من إسهاماته في علم الفيزياء يعني عالم موسوعي هذا موسوعي العلم في الفيزياء أكثر منه في علم الأحياء أو أكثر من ذلك عفونا أكثر من ذلك في علم الأحياء وفي علم النفس وطبعا هذا أسلوب عدن إبراهيم دائما عندما يريد أن يذكر لك قولا غبيا لأحد كهنة العلم الزائف فلا بد أن ينفخ ويضخم فيه حتى تستسلم أنت وتتواضع بين يدي هذا العملاق حتى لو قال لك شيئا ترى أنت بعينيك أنه كلام غبي ماذا قال هذا العالم الموسوعي الكبير له عبارة مشهورة طبعا يتكي عليها ويعني يشير بها التطوريون تفيد قضيتهم يعني في التسقيق من فكرة التصميم وإبداع العين وعظمة الصنعة في العين يقول هلم هولتس لو ذهبت إلى بصرياتي أوبتكا يعني أوبتكا لو ذهبت إلى بصرياتي وأعطاني جهازا صنعه بمثل كفاءة العين كالعين لقرعته على إهماله وعدم إتقانه الصنعة وردت إليه بضاعته أقول له خذها تخيب انتويها شو هذا؟ هذا جهاز هذا؟ أنا أصنع عدسة أصنع كامير أحسن من هذا طبعا تطوريون طبعا الملاحدة لا أقول يبالغون بل كل بساطة يتجرؤون فيقولون هذا ليس تصميما فاسدا هذا تصميم في منتهى الغباء يقولون إذا تقولي تصميم هذا غبي تصميم غبي هذا إذن فكلامهم هذا ليس مبالغة ولا كذبا طبعا ولا دجلا لا لا هو فقط جرأة هم تجرؤوا على قول الحق حسب عدنان إبراهيم دوكنز الذي وضحنا نماذج كثيرة من كذبه وتزويره للعلم في سبيل محاربة الإيمان بوجود الخالق وإقناع الناس بأن الإله عبارة عن وهم يقول عنه عدنان إبراهيم عالم سبحان الله تختلف مع تتفق مع الرجل عالم وعنده نفسية عالم ومشاعر عالم يقدس العلم مبتهج بالعلم يفرح بالعلم شيء بش طبيعي مدام دوكنز عالما إذن فصدقه حين يقول عن عصب الزرافة الحنجري ليش هذا العصب التفها اللفة الطويلة هذه اللي فيما يظهر لفة غبية حمقاء يعني لا حاجة إليها لماذا فعل هذا إياك أن تنفعل أو تشك في نية الرجل ها هو يقول في السياق نفسه طويل وفعلا راجع لا إله إلا الله وراجع لا الحنجر فهي عنده لفة غبية حمقاء لكن لا إله إلا الله سبحان الله ويقول عن العمود الفقري قل لك روبر وليمز لأنه هذا مش تصميم هذا مسار تطوري سمكة رغبية هذه الحد الآن مش جيدة يعني وكذلك بينا لك أيضا في حلقة صح النوم بالنسبة لقوله عن العظام الخلفية في الحوت طبعا هذه لا تفيد بإجمع علماء الأحياء على الإطلاق بينا أن علماء الأحياء وضحوا بالتفصيل ضرورة هذه العظام للتكاثر قبل أكثر من مئة وثلاثين عاما يعني هي لا تفيد الحيتان إلا في بقاء جنسها ومنع انقراضها عشان هيك في العلم ما ينفعش تروح تجيب الكتاب من مئة سنة وتقول لي أنا أنتقد التطور العلم لابد فيه من تحديث مستمر يعني إذا اعتمدت عدمدنا كليا على كتاب مؤلف قبل حتى خمس سنوات وأربع سنوات ممكن تقع في فضاة علمية تتكلم في العلم بدك تتابع باستمرار العلم فيه عند نوم ومع ذلك يبحث عدنان إبراهيم عن أي قول لأغبياء العلم الزائف يصفون فيه الخلق بالغباوة ويذكر أقوالهم على أنها علم مع أن هذه الدعاوة تكون مكذبة بأبحاث علمية مفصلة لأناس من أتباع التطور أنفسهم كما بينا مرارا وتكرارا ولا ينسى طبعا أن يفتتح حلقاته هذه بقوله الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل وصحبه من ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علمنا أحبتي في الله أخواني واخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن اطمئن كل هذه التغبية والاستهزاء بخلق الله هي درس إيماني ويمكن التوفيق بينها وبين الإيمان بالله لكن لا تستبق الأحداث في السلسلة الثانية إن شاء الله تعالى تعالى عن ماذا بالضبط إن كان الله لا يتعالى عندك عن النقص يا عدنان إبراهيم وضحنا سابقا أن العاقل يستدل بخلق الله على حكمته سبحانه حتى إن لم يدرك الحكمة من جزئية معينة فيكفيه الأدلة والشواهد التي لا تحصى على حكمة الله عند عدنان إبراهيم لا الذي يفكر بهذه الطريقة خلقوي كلامه لا يفسر شيئا الذي يفهم هو التطور الذي يبحث عن أي شيء يجهل وظيفته ليعيب به خلق الله هنا الخلقوي تعضل به المسألة صعب أن يقدم تفسيرا اسكت بألف يقول لك لله حكمة في كل شيء يا أخي طبعا عنده إيه نموذج تفسيري عام يقول كل شيء وله يفسر شيئا طبعا معنى أنك مش فاهم ليش يعني التطوري فاهم ليش طبعا قصة طويل عاد إذا تحب تقروها بالتفصيل في كتب كثيرة فصلت فيها منها كتاب دوكنز أعظم استعراض على إيه الأرض كتاب أعظم استعراض للملحد دوكنز الذي رأينا أنه أعظم استعباط يحشد فيه الأكاذيب ليقنع الناس أن لا خالق ينصحكم فضيلة عدنان إبراهيم بالرجوع إليه بينما يقول في رجال الدين الذين يخطئون بالفعل في دعوة أن النظريا قرضت لكن ننظر كيف الحديث عنهم في مقابل دوكنز لا تسمعوا لأنفسكم أن تسمعوا الكذابين رجال الدين من الذين يهرفون بما لا يعرفون وباسم العلم أحيانا يشعرك عدنان إبراهيم أن الملاحدة لديهم أدلة قوية يصعب الرد عليها مثل تجربة لينسكي مرة أخرى لابد من إبهارك بالسادة العمالقة حتى تبلع ما يقولون تجربة لينسكي هذه أكثر من سبعين ثمانين صفحة لغة علمية فنية معقدة جدا وتبلات وديجرامز وأرقام معادات رياضية شيء شغل شغل مدخن جدا أيوة ما قصة هذه الدراسة؟ ربما هذا شيء آخر محتمل لسه لا نعرف ربما تأتي طفرات تمكي البكتيريا من استغلال غير الجلوكوس كمان يعني لو مثلا وقع الطفرة أو أكثر من طفرة مركبة هذا شيء معقد جدا هذا بالذات الذي يمكنه التكوينيون طبعا التكوينيون هم المؤمنون بالخالق الذين يقولون أن الكائنات الحية معقدة تراكيبها متكاملة متقنة ولا يمكن أن تأتي بصدفة هذا بالذات الذي يمكنه التكوينيون يقول لك هذا كلام ما يحصرش بالطفرة ما يحصرش بالصدفة يستحيل لابد من مصمم يقوم عليه الله تبارك وتعالى لأنه نسبة حدوثي بيبدو يحسوله كهاته تطلع واحد على عشر أو أس مئة أو خمسين أو مئة وستين أو ثلاث مئة أو هذا يستحيل يساول عدم طبعا للتوضيح نحن نرى أن نسبة حصوله صفر بالمئة لا أكثر وقد وضحنا هذا سابقا طب فإن حصل هذا في الطبيعة إن حصل في الواقع ماذا تفعلون وللأسف هذا ما يثبته التطورون هذا يحصل إذن للأسف هذا ما يثبته التطوريون أنه يحصل للأسف لأننا في ورطة نحن التكوينيين الذين كنا نظن أنه لا بد من خالق لحدوث هذا والآن التطوريون يثبتون بالعلم أن الصدف كافية في حصول هذا ولا حاجة للخالق تجربة هذه سوف يحصل يحصل تخيل بحيث تتراكب طفرتان أو ثلاث طفرات كل واحدة بحيالها لا تنفع شيئا لكن إن جاء الطفرة تبعتها بعدين بمحض الصدفة رندملي يعني عشوائيا طفرة أخرى ركبت عليها ثم جاء الطفرة ثالثة والنتيجة في الأخير يتطور هذا الكائن بطريقة مثيرة جدا بحيث يمتاز الآن بأفضلية جديدة تجعله أكفأ بخصوص الناحة الفلانية هل هذا يحصل؟ للأسف هذا يحصل في هذه التجربة سوف ترون كيف حصل هذا لذلك هذه التجربة من أقوى لدينا بيد الملاحظة وبعيد التطورين الملاحظة بالذات يعني الذين يقولون الصدفة تأتي بتنظيم معقد وتأتي بأشياء لا يتخيل المؤمنون أو المؤلئة أو الخلقويون أنها تحصل 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 ورأيناها ونحن إيه؟ وثقناها أنها تحصل إذن يا جماعة الملاحظة لديهم أدلة قوية جدا على أن الصدفة تخلق ولا حاجة لخالق سوف نرى شيء خطير شيء خطير جدا سوف نرى هل هناك إمكانية للرد على هذا الشيء؟ كيف الرد يعني؟ أنت لا تصدر أن ترد التجربة التجربة هذه محكّة معلمية ما في كلام إذن فنحن الآن في ورطة خطيرة جدا تهدد إيماننا الملاحدة معهم دليل لا غبار عليه هم أهل العلم وسوف نرى إن كان يمكننا معاشر المؤمنين بإله أن نرد عليهم بشيء يحفظ ماء وجه إيماننا تأويل التجربة قد التجربة تكون صحيحة مئة في المئة لكن قد يكون الخطف في ماذا؟ في تأويل ما حدث في تفسير ما حدث يبقى هنا هوامش علي الإجتهاد هوامش سوف نرى هذا لكن كما أقول دائما في السلسلة الثانية في السلسلة الثانية إذن الملاحدة عندهم أدلة مش قوية وبس بل وساحقة وطبعا كما قلت لكم يفتخر جدا هذا دوكنز بي ويعتبر دليلا إيه يعني ساحقا ماحقا لكنه دليل قابل للكلام والنقاش كما سنرى في السلسلة الثانية بإذن الله تبارك وتعالى طبعا السلسلة الثانية يا إخواني لم تأتي حتى الآن نشر عدنان إبراهيم تشكيكاته وخرافات العلم الزائف عبر أكثر من ثلاثين حلقة بدءا من عام 2014 على أساس أننا سنفهم حجة القوم ثم نرد عليها ونحاول التوفيق بين الإسلام والتطور ومرت خمس سنين ولم يأتي موعد الرد بعد تجربة لينسكي هذه التي يتكلم عنها عدنان إبراهيم تناولناها بالتفصيل في حلقة مستقلة حيث بينا ما حصل في البكتيريا من ورقة لينسكي نفسه في مجلة نيتشر وأثبتنا لكم إخواني من بحثهم أن ما حصل لا مكان فيه للصدفة أبداً بل عملية منظمة محكمة بديعة وأن لينسكي وفريقه تعمدوا التلاعب بالألفاظ واستخدام عبارة لنفي القصدية عن العملية فعرضوا النتائج بطريقة علمية لكن حرفوا التفسير وبسطنا لكم نتيجة التجربة في رسومات تجعل غير المختص يفهم ما حصل وبينا لكل عاقل أن هذه التجربة دليل عظيم على صنع الله الذي أتقن كل شيء وعلى الإحكام في كل زاوية من زوايا الكون من أصغر كائن لأكبر كائن وأن هذه التجربة هي ككل شيء في الكون ورطة محرجة للملحدين لا لنا معاشر المؤمنين بالخالق كما يصور عدنان إبراهيم المؤلم إخواني أني وقبل البدء بسلسلة الحلقات عن الخرافة كنت أتحدث مع طبيب يخبرني أنه معجب بعدنان إبراهيم وطروحاته أردت أن أبين له نموذجاً من التزوير بالحديث عن هذه التجربة وشرح بحث لينسكي في مجلة نيتشر قلت له شايف البروموتر سكت الطبيب قلت له البروموتر تعرفوه قال لي لا بصراحة طبعاً إخواني البروموتر ووظيفته يذكر في أساسيات علوم الأحياء والكيمياء الحيوية في السنوات الأولى في الجامعات لطلاب الطب والصيدلة والأحياء وغيرهم من أبجديات العلوم صاحبنا هذا طبيب في أرقى مستشفى لدينا هنا ومع ذلك يجهل البروموتر وينطلي عليه كلام عدنان إبراهيم ثم يقول الناس الأطباء في المستشفيات الراقية يؤمنون بالتطور كم هو مؤلم أن ترى أناساً جهلة تماماً بهذه العلوم يعلقون بعد كل حلقة من حلقاتنا محتجين على خوض أمثال من الشيوخ الخلقويين كما لقنوا في هذه العلوم مع أن هؤلاء المعلقين لا يعلمون شيئاً ولا يفهمون شيئاً في هذه المواضيع إلا أن عقولهم حشيت بخرافات العلم الزائف وأصبح لديهم حصانة ضد الفهم وضد التعلم لأنهم جهلة ولا يعلمون أنهم جهلة إذن بث عدن إبراهيم شبهاته عبر أكثر من ثلاثين حلقة وهو يبرر لك هذا بقوله أرجو أيضاً بين المجدوجين يعني أن يفهم الإخوة والأخوات الأعزاء أنني إلى الآن كما قلت لكم أتقمص دور ماذا؟ دور مؤيد التطور المؤمن بالتطور أنا أريد أن أتقمص هذا الدور تماماً كأنني تطوري صميم وأن أعلن وأعرض أيضاً بكل النزاهة وبكل الحيدة العلمية أدلة إبراهيم ودلائل التطوريين فلذلك لا يستعجلن بعض الناس وابدأ يتكلم إذا أنت تطوري كيف تقول في كتاب الله كذا كذا ماذا تقول في آدم الكلام الفارخ هذا هذا أسلوب غير علمي تقمص دور تطوريين على حد تعبيره وبث كل أكاديبهم على أنها علم وسخف من يعارضهم وألقى بذور الشك في قلوب متابعيه ثم تركهم طيب يأتي شهر رمضان على الشاب الذي اقتنع بما يقول وعدنان إبراهيم ولأول مرة بعد قناعته يشرع المخدوع في ختمة جديدة للقرآن جاء إلى قول الله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت فيقول المخدوع في نفسه بماذا تباهي يا رب إنها العشوائية والانتخاب الأعمى عبر مليارات السنين فما مظهر العظم في هذا الخلق العشوائية تخلق هل هذا يحصل للأسف هذا يحصل تحصل ورأيناها ونحن إيه وثقناها أنها تحصل جاء المخدوع إلى قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له فقال في نفسه صحيح لكن أعطي الموضوع ملايين السنين وسيتكون الذباب بالطفرات العشوائية دون حاجة إلى خالق هل هذا يحصل؟ للأسف هذا يحصل قالوا مثل ما في ملايين السنين تحدث تغيرات بسيطة جدا تتراكم حتى تصبح بعد ملايين السنين تغيرات دراماتيكية واسعة كبيرة جاء المخدوع إلى قول الله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون فقال في نفسه آيات على ماذا؟ كل ما في الأرض نتيجة تراكم مصدف أما نفسي ففيها سوء تصميم وأعضاء بلا فائدة أقولوا استغفر الله فيه فيه عيوب وعني إلى الآن مش ثابت إلا أنها عيوب عيوب أشياء غير تامة غير صحية غير موضعيها الله تعالى في آياته المسطورة القرآن يشير إلى آياته المنظورة الكون والحياة للدلالة على عظمته وقدرته لكن صاحبنا اقتنع بأن الآيات المنظورة فيها عيوب مش ثابت إلا أنها عيوب عيوب أشياء غير تامة غير صحية غير موضعيها وأن هذا علم والقائلين به علماء الواحد فيهم هذا علم كبير درساته جميلة جدا وقوي وفيها أصالة طبعا فيه لدينا عالم كبير مشهور جدا فبدل ما تكون الآيات التي تتحدث عن إتقان الخلق داعية للإيمان أصبحت عند المخدوع آيات فيها شك من ناحية علمية لأنها تقول عن الخلق متقا وهو غير متقا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار بهذه النفسية أصبح المخدوع يقرأ آيات كثيرة مثل إنا كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء عنده بمقدار الذي أحسن كل شيء خلقه وخلق كل شيء فقدره تقديرا صنع الله الذي أتقن كل شيء فتبارك الله أحسن الخالقين فأصبح المخدوع يتساءل في نفسه كيف أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء؟ ماذا عن الأمثلة العلمية الكثيرة على سوء التصميم؟ كيف كل شيء موزون وهناك أعضاء بلا فائدة؟ أي تأويل هذا الذي يمكنني أن أؤول به هذه الآيات كلها لتتوافق مع الحقائق العلمية؟ كان يمكن لصاحبنا المخدوع أن يفعل العكس ويقول إذن فنظرية التطور باطلة لكنه كرس في عقله عبر الشهور الماضية أنها حقيقة لا مناص منها عليها أدلة ولا بد من إخضاع النص الديني لها وليس العكس ووافق ذلك أيضاً هزيمة نفسية وحضارية لديه وتحرُّجاً من هويته الإسلامية وما يمت إليها بصلة ثم انتقل صاحبنا لسؤال لماذا أدعو الملحد إلى الإيمان بالله؟ إلى ماذا أدعوه أن ينظر ويتدبر ليصل إلى الله؟ إلى المخلوقات؟ يمكن الملحد ببساطة أن يجيبني العشوائية والصدفية فعلت هذا كله بدأ صاحبنا يفكر في ترك الإسلام لكن لحظة تذكر أنه لا زال هناك دورٌ ما لله فالمادة لا بد لها من خالق العناصر الأساسية التي عملت عليها العشوائية والانتخاب الأعمى لا بد لها من خالق ونظرية التطور لا تفسر إيجاد هذه المادة من عدم لم يطل تردد صاحبنا حتى اكتشف أن هناك علماء حلوا له أيضاً لغز إيجاد الكون والمادة من عدم دون حاجة إلى إله مثل هوكينغ وهوكينغ هذا أيضاً هوكينغ عالم فذ عالم استثنائي وعين نحن من أرسط وعين نحن من هوكينغ نحن ولا حاجة ما نحن بالقياس إليهم إلا كبقل في أصول نخل طوال لكن هوكينغ هذا ملحد ويقول أن الكون أوجد نفسه بنفسه ما بيطلع لي أسخف هوكينغ وأشكاله وأقول أنهم مكابرون كهنة علم زائف عفواً من أنت؟ إيه الهبل هذا اللي أنتو فيه تفتح إيه وتحرق إيه هبل روح يبحث عن رزقك أنت أنت جعان أنت عريان أنت تعبان أنت مش عاف تحكم حالك جاي بتحددلي في العالم إيش قدمت للعالم إنت قدمتهم هذا السلخ والذبح والنفخ وهم بقدموا إلا الميكروفون هذا بتكلم فيه واليوتيوب اللي ححط عليه إيه إلا الخطبة هذه والكاميرا هذه اللي بتسجل والأنوار هذه والتهوية اللي إحنا فيها كل شيء كل شيء إحنا فيه هم يقدموا على طريقة عدنان إبراهيم في تكريس الهزيمة النفسية لدى المسلمين وإشعارهم بالدونية أمام السيد الغربي الذكي المتعلم وبالمناسبة فالعلماء المسلمون المعاصرون لا وجود لهم في سلسلة عدنان إبراهيم انقرضوا العقول الضخمة الإسلامية لراحة منقرضة للأسف المسلمون المنقرضون منقرضون إذا أردتم التعرف على بعض المنقرضين الذين لا زالوا أحيا بيننا إخواني فننصحكم بالاطلاع على هذه الصفحة لإخواننا الباحثون المسلمون بعنوان الإسلام والعلم حديثا وكذلك هذه الصفحة بعنوان علماء المستقبل المسلمون وهذا الكتاب بعنوان إنجازات مسلمين في العصر الحديث شاهدوا وستفتخرون بإخوانكم وتتألمون على عدم معرفة المسلمين بهم وبإنجازاتهم طبعا عدنان إبراهيم لم يقل في مديحه لهوكينغ أنه مصيب في إنكاره لله لكنه عظمه في نفس صاحب المخدوع وجعل وجود الله قضية ميتافيزيقية فلسفية لا يسهل الاهتداء إليها وهوكينغ لعله معذور اجتهد فأخطأ وكذلك داروين رجل مصداقية رجل صافي رجل بسيط صريح مستقيم شيء عجيب بيش متلاعب الرجل هذا قد لك شخصية معجبة هذا الرجل لو صح لديه بطريقة تقنعه تقنعه أن الله موجود وخالق ومصمم لا صدع بهذا ولا تنازل مباشرة عن نظريتي لكن كل ما صح لديه جعله يقف حائرا يقول لا أدل فأدلة وجود الله قد لا تكون مقنعة للإنسان الصريح المستقيم الصادق بينما الملحدون عندهم أدلة قوية حسب عدنان إبراهيم نتيجة لهذا كله كانت القواعد المنطقية عند صاحبنا المتابع لعدنان إبراهيم قد تهدمت تماما ونفسه قد انهزمت وعقله قد مسخ بما فيه الكفاية ليتقبل هذه النظرية أيضا نظرية أن الكون لا يحتاج إلى خالق بل أوجد نفسه بنفسه وبالتالي فلم يعد لدى صاحبنا أي سبب ليتمسك بفكرة وجود خالق أو على الأقل أصبح الإسلام احتمالا ووجود الله احتمالا ووجهات النظر الأخرى تستحق الاحترام وطبعا ننبه الذين لم يتابعوا الحلقات الماضية إلى أننا رددنا ردًا علميًا مفصّلا على الكثير مما ينقله عدنان إبراهيم عن كهنة العلم الزائف على أنه علم هذه قصة العديد من الشباب الذين تركوا كهنة العلم الزائف وعرّى بيهم من العرب يضللونهم بالمغالطات المنطقية والألعيب النفسية والعلم الزائف بدأ الأمر بتغيير المسميات والدعاء أن خرافة داروين علم ومن ثم تطعيم شجرة الإيمان بالخالق بشجرة داروين تحت عنوان إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا لا نريد أن يترك شبابنا الإسلام إذا أحسوا بأن هناك تعارضًا بين العلم والإيمان طيب والحل عندكم الإلحاد في أسماء الله وصفاته يعني ميلٌ بها عن أصلها إلحادٌ في أن الله هو الخالق البارئ المصور وإلحادٌ في قيومية الله في قيومية الله على خلقه وإحاطته بخلقه وإتقانه لخلقه قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي يميلون بها عما جعلت له وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وهكذا قاد الإلحاد في أسماء الله وصفاته تدريجيًا إلى الإلحاد في وجود الله والمسلم الذي يقرأ كتاب الله تعالى بفهم وتعظيم متحررًا من الهزيمة النفسية يعلم أن كل صفحةٍ من صفحات القرآن تنفي هذه الصورة المشوهة التي توهم بأن لله دورًا ما مجهولًا على طريقة عدنان إبراهيم وأستاذه داروين فالقرآن حافلٌ بالآيات الدالة على قيومية الله المستمرة على خلقه وتصريف أقدارهم وربوبيته لهم وعلى أنهم مفتقرون في كل حالاتهم لخالقٍ عليمٍ قيومٍ حكيم أَلَمْ يَرَوْ إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٍ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ وهذه القيومية من الله مع الافتقار من المخلوقات هي مقتضاء العقل كذلك كما بيّن في حلقة العظمة في كل مكان بينما التشكيك في الخالقية مقدمةٌ للتشكيك في الحاكمية ولأحقية الله تعالى المطلقة في التشريع لعباده ألا له الخلق والأمر فالتشكيك في أن الخلق خلق الله مقدمةٌ للتشكيك في أنه لا أمر ولا نهي إلا له سبحانه وهو ما يفعله عدنان إبراهيم الذي يروج للديموقراطية الغربية على أنها أفضل من الخلافة الراشدة ويروج للعلمانية ويمارس الطريقة ذاتها بإشعارك كأنه في هذا كله يقر بوجود دورٍ ما لله فنقول لمن تأثر بتشكيكات عدنان إبراهيم أنت تأذيت طويلاً من الذين يتكلمون بغير علم وهذا حقك لكنك يا مسكين جئت تطلب الشفاء عندما دخل إليك من مدخل استيائك هذا فدس لك السم في الدسم وأجهز عليك بالكلية فكنتك المستجيري من الرمضاء بالنار هل الدكتور عدنان إبراهيم في هذا كله يعي ما يفعل ويفعله عن تخطيط مسبق أم أن الشيطان يستغل أمراض القلوب عند البعض فيصبحون أداة في يده وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لا يعنينا الجواب كثيراً حقيقة ولا تختلف النتيجة وإن كان طعنه في ثوابت الأمة الشرعية وفي الصحابة من خلال كثير من التزوير كما بيّن إخواننا في قناة مكافح الشبهات يصعب محاولة تلموس أي عذر له حقيقة ومع ذلك فالذي يعنينا هو أن نبيّن مداخل الشيطان إلى نفوس الناس لنقول لهم لنرى بعدها كيف يحصننا القرآن من هذه الخطوات ويحمينا من هذه المغالطات ونرى معاً أنه بحق كما وصفه الله هذا ما سنراه بإذن الله بعد أن نستعرض معاً النماذج الأخرى من دعاوى التوفيق بين الإسلام وخرافات العلم الزائف فتابعونا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة